بسم الله أنا سليم الرياحي رجعت لتونس بعد ما تحرمت منها سنين بحكم وعارضة والدي النظام بورقيبة و بن علي أما عسى أن تكرهوا شيء وهو خير لكم اليوم جاتني الفرصة وقريت وخدمت وصلت للي وصلت لتوا هذا علش رجعت وترشحت للرئاسة باش نبعث الأمل ونوفر الفرص للتونسة بصفة عامة وشباب صفة خاصة برش عباد يقولولي علش ما ترشح للرئاسة توا مزال بكري قدامك العمر قلهم صحيح قدامي العمر أما ما عادش بكري على تونس اليوم ما عادش بكري على الزوالي اللي عايش في عذاب ما عادش بكري على الطبقة المتوسطة اللي قاعدة تنهار يوم بعد يوم ما عادش بكري على الشباب التونسي اللي قاعد يفقد في الأمل في الحياة اليوم تونس تستحق ناس تشمر على ذراحها وتبني البناء مهمة الشباب صحيح لو كان جوض على مستقر اقتصادنا مزدهر معناش رهاب أي إنسان قادر كونه يسير تونس ولكن اليوم يلزمنا رئيس يخدم 18 ساعة يلزمنا رئيس يتبع كل كبيرة وصغيرة هذا علاش نقول بكل اعتزاز واني مستعد نقدم لتونس أهم فترة في حياتي شنية الإضافة متاعي اليوم علاش نحب التونسي ينتخبني وما ينتخبش غيري اليوم شعار حملتي الانتخابية سليم الرياحي رئيس للتوانس الكل غدوة بعد الانتخابات ما يلزمناش نلقا ورواحنا يا إما قدام وضعية تغول وسيطرة على جميع السلطات ونرجع بالتوالي وإلا نلقا ورواحنا في طريق مزدود بالصراعات ما بين رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة هذا علاش بحكم أدواري التوافقية اللي تعرفت به باش نكون الضامن للحقوق والحريات من جهة ودافع لعجلة التنمية وحسن سير عمال الحكومة من جهة أخر وهكا نضمن التوازن بين رئاسة الجمهورية والحكومة والمعارضة في البرلمان أولويتي تطوير المنظومة العسكرية والأمنية وتوفير كل الإمكانيات وأدوات العمل باش نحميوا بلادنا من الأخطار اللي تتعرض لها وننتقلوا من مرحلة تلقي الإرهاب إلى مرحلة ضرب الإرهاب في مواقع ما ننساوي الزادة تحسين وضعية الأمنيين والعسكريين اليوم الأمني والعسكري يمشي ويضحي بحياته ويحارف الإرهاب ووضعيته ووضعيت صغاره مش مطمئن عليها اليوم يلزم كل جندي تونسي وكل أمني كي يمشي ويلقي صدر الإرهاب يكون مطمئن على مستقبل عائلته وصغاره ومن جهة أخرى باش ينفعل الدبلوماسية الاقتصادية اليوم سفراء تونس والقناصل تونس في الخارج يلزم يكون تواصلهم مع وزير الاقتصاد ووزير التجارة أكثر من تواصلهم مع وزير الخارجية دورهم في المرحلة القادمة مش يكون التنموي اقتصادي أكثر منه سياسي إضافتي اليوم لصلاحية الرئيس المتعارف عليها كوني مش نوظف جميع إمكانيتي وشبكة علاقاتي لأكون الضامن والراعي لاستثمار في تونس وبعث منخ ثقة ما بين تونس والعالم هذا عليش نحب نقول لكم اليوم وأخيرا اللي يحب دولة لكلها حيوية وتبعث الأمل اللي يحب دولة قوية وديمقراطية اللي يحب حياة كريمة اللي يبحث عن ضمان مستقبل صغاره ينتخب سليم الرياحي النمرو ثمانية